والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية هذه هي أشد المراحل التي يمر بها الإنسان أشد مراحل على الإنسان هي هذه المراحل المذكورة في هذه الآية يوم الولادة هذا يوم شاق وصعب على الإنسان بعد أن كان في بيئة في بطن أمه يأتي الطعام والشراب بدون بز جهد منه فهو يخرج مرة واحدة من هذه البيئة الحاضنة التي كان فيها فهذا من الأمور الشاقة على الإنسان ونحن لا نتذكرها ولا نعرفها لأن نحن لا نتذكر الميلاد والأطفال لا يستطعون وصف ما يحدث لهم ويوم أموت وأيضا يوم أن يتوفى الإنسان فهذا من أصعب المراحل في حياة الإنسان فلصعوبة الموت ولسكرات الموت وإن للموت لسكرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولما يكون من بعده الله أعلم به سبحانه وتعالى ويوم البعث ويوم البعث فالسلام علي في هذه المراحل الثلاثة